سلام المسيح سلام الروب اليوم سأتكلم عن شخصية ذكر عنها الكتاب المقدس اسمه رجل الله هو ما كان عنده اسم في الكتاب المقدس لكن الكتاب المقدس يحكي عنه رجل الله الله دعاه أنه يروح من يهوذة إلى بيت إيل وهو سير في الطريق شاف ملك اسمه ياربعام هذا الملك كان بيعبط إلهين أو عجلين كان عنده واحد في بيت إيل وواحد في دان وكان بيصرخ في إسرائيل هذا هو إلهك هذا هو الذي خلصك هذا هو الذي أخرجك من أرض العبودية بعد ما شافه وتقابل معه رجل الله قال له هو ذا المذبح ينشق ويذرى الرمات الذي عليه بعدين الملك كل شيء دايك وقال له امسكوه هو مادت إيده نشفت يده فتضرع رجل الله وصل ورجعت يده حية قاله الملك لرجل الله ادخل معي إلى البيت وتقود فأعطيك أجرة فقال له رجل الله لو أعطيتني نصف بيتك لا أدخل معك ولا أكل معك لأنه الله تكلم معي الله قال لي روح وأعمل الدعوة اللي أنا دعيتك عليها ومرات في حياتنا إبليس بيدعينا دعوة إلي وإلك وبيحاول مرات يجمل الخطية في عيوننا يقول لك تعال تعال قعد معي تعال روح أعطيك اللي أنت تريده اللي أنت رح تحتاجه وفي إلك أجر تعرف شن هو هذا الأجر هو هذا أجر الخطية اللي رح يعطيك ويحملك أجر الخطية على كتافك اللي شال يسوع المسيح من على الصليب والرب قال خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد ولا يخطفها أحد من يدي الرب ماسك في إيدك الرب مش راح يتركك الرب مش راح يجهلك اتقوى وقسلك في طريق الرب وكمل حياتك ولا تكون عيونك على مشتهيات هذا العالم لا تكون عيونك على إبليس كمل كمل المسير مع الرب وتقوى في يسوع المسيح لأنه هو الطريق والحق والحياة اشتركوا في القناة